في هذه المحاضرة أليكس كولير يوضح بعض من يعني رموز لغة الاندروميدان كائنات الاندروميدان لكن أريد أن أيضا يعني ممكن أيضا أرسلكم هذا الرابط حقيقة هنا يعني يوضحها دعوني فقط جزء نستمع مثلا جزء جزء بعدها أوضح لهذه هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا الشكل مثلا سوف أوضح هذا هم يستخدمون لغة الهوليغراف أو لغة الرموز ففي الرمز هذا يقوله هو في الرمز أخواني وأخواتي موجود في الرمز موجود كل المعلومات فمثلا هذا الرمز أمامكم يشير إلى الأرض المادية لكن مش فقط ككلمة يعني مش فقط فقط الأرض المادية ننتبه مش فقط هيكي وإنما كل التاريخ معاها يعني تاريخنا حياتنا الكائنات التي سكنت في الأرض فهو رمز واحد لكن رمز معلوماتي معلومات داخل معلومات 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 هذا الرمز هو رمز الحب اشارة حرف S ومعها السطرين تلاحظون العامودي والأفقي لكن مش فقط الحب يعني مش انه زينا احنا نقول مثلا كلمة حب ولكن معها كثير من الأبعاد الأخرى التي ما نعرفها احنا فهنا انا وضحتها يعني هو هذا مثلا تشاهدوه الآن فهذا هو رمز الحب بتاعهم لكن اريد ان اقول اللغة بتاعتهم مش كلمة واحدة يعني هذا الحب بتاعهم رجاء يشمل على يشمل على معلومات ضمن هذا الرمز الآن ايضا شيء آخر هو يذكره يعني في الحلقة حلقة جدا مهمة التي هي يعني حاول اللغة بتاعتهم اللغة بتاعتهم أنت ننتبه لا تراها يعني لا ترا هذا الرمز ننتبه جيدا لا ترا هذا الرمز بعدين أو ثلاثة بعض يعني لا تراه فقط هيكي لا حاول أن تراه من البعد الرابع البعد الخامس يعني حاول أن تتصفحه من زوايا متعددة يعني ائتي من فوق ائتي من هون من هون من هون اقلبه اصعد من فوق من تحت من الأبعاد اللي هي أعلى من البعد الثالث هذا يوضحه مهم جدا هذا الأمر ها هذا الرمز أيضا هذا موجود في المحاضرة اتصل مع الاندروميدن فنحمل هذا الرمز تماما هيكي يعني اتصل مع الاندروميدن اعتقد صورته ما بعرف فين واحدة من الأشكال كان هون هو يعني هذا من المحاضرة بتاعته هذا الرمز الآخر تشاهدون هذا من المحاضرة بتاعته هذه الحضارات البشرية يعني الأفارق الأوروبيين الشرقيين يستخدمون هذا الرمز واضح او كبره ايضا هيكي هذا تمام هكذا يعني عندما هم يتصلون معانا وممكن حتى عندما نتصل معاهم نحاول ان نحمل هذا الرمز يعني نقول لهم نحن اتيناكم من الأرض فهذا الرمز يعني تطبعها ممكن في فكرك ها تأخذون له ممكن سكرينشوت هذا من المحاضرة مرة أخرى من محاضرة أليكس كوليار فهذه اللغة بتاعتهم لغة 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 رمزية فعندنا ممكن هذا الرمز تأخذون له سكرينشوت اللي هو يعني الطوائف البشرية ها هذا واحد تمام هذا اتصل مع الاندروميدا ماشي وهذا الحب هذا أنا رسمته طبعا إشارة الحب فقط تكرر تنظرون إليها تنظرون إليها من الأبعاد الأعلى من البعد الثالث دعوني وضح ماذا يعني ما هو المقصود يعني لا تعتقد فيها لا تعتقد فيها فقط أتصل مع الاندروميدا يعني مش أنه أنت تنظر إلى هذا الرمز هذا قصدي يعني يعني لا تنظر إلى هذا الرمز وتقول عاوز أتصل معهم مش هيكي وإنما هذا يمثل أوكي الاتحاد معهم بالروح الاتحاد معهم بالخير الاتحاد مع خططهم ها الاتحاد ممكن مع كواكبهم وهكذا فهو هذا الذي نقصد أنه تنظرون إليها من الأبعاد الأعلى من البعد الثالث يعني لا تنظر إليها فقط من بعد الكلمة تمام طيب أنا أسألكم سؤال ممكن نفتحكم مناقشة نحاول مثلا عندما عندما تتصل معهم وتستخدم هذا الرمز كيف تعبر حول هذا الرمز ماذا تعتقدون سؤال هذا هذا يعني الطوائف البشرية يعني ما هي الأفكار التي تحملها أنت مع هذا الرمز يعني أنت عندك هذا الرمز تمام فما هي الأفكار التي تحملها مع هذا الرمز يعني يعني هما يستخدمون هذا الرمز كتعبير عنا نحن عن الأعراق البشرية أكثر أكثر لأنه الرمز بتاعتهم الرمز بتاعتهم معلوماتية يعني 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 هم عندهم الهوليغراف لحظي هو ما هو معنى الهوليغراف الهوليغراف أريد فقط أن أوضح أكثر الهوليغراف يعطيك أكثر من ثلاثة بعات فهو هذا فقط رسم بالمناسبة يعني يعني لو نرى الرمز بتاعتهم هي لا تكون تماما مش هيكي أقصد هذه تكون فيها عمق آخر وعمق آخر فهو فهي أقصد مثلا طواف البشرية تجدين فيها مثلا تجدين فيها أشكال البشر تجدين فيها أسماءهم نعم ممكن أسماءهم تجدين فيها ممكن دياناتهم وتاريخهم أها وتجدين فيها أمزجتهم أمزجتهم كواكبهم أيضا أي صح هو هذا الهولوغراف أي فعلا ولهذا هم اللي نقول عندهم هيكي درجة عالية من الذكاء لأنه عندهم المعلومات عالية هو فعلا يعني هو صح رمز نراه ببعدين ثلاثة لكن ممكن لو هم يرون يروننا يقومون يعني يقول هذا هو المعنى الحقيقي لهذا الرمز ممكن ننصد يعني ممكن سوف نرى يعني ممكن نرى قصص الآسيويين ونرى ونرى قصص الشرقيين من خلال هذا الرمز لكن هذا الرمز ننتبه الآن يعني عن طريق هذا الرمز فهو مختص فقط بنا يعني هو هذا الرمز عندما نستعمله فهذا لا يربطهم بكائنات أخرى فهو هذا الرمز متصل بالطواف البشرية لكن معلوماتي يعني يشبه الفلاش أو السيدي مقرد رمز لكن فيه أخذون معلومات كامل رائع جدا صح يعني أعطيتي وصف جدا جميل صحيح جدا فعلا تمام زي أنا عندي سؤال إذا كنا نريد نستخدم هذا الرمز هل نكتبه في مكان أم لتخيل فقط أنا فقط أريد أن أقول حاولي أن تتجنبي تتدربي أنك تتركين تخيل أنا دائما أقولها باستمرار لأنه الكلمة وعندما يعني الكلمة حقيقة مهمة جدا فمثلا تخيل دائما معروفة أو تعلمنا أنه شيء ضعيف شيء زي الحلم شيء ممكن يتحقق لا يتحقق فدائما يعني طلاب لا يستخدمون التخيل فنقول دائما البناء الإيجابي لأنه هو حقيقة بصي هذا التخيل هو ترجمه خاطئ ترجمه من الاماجينيشن الاماجينيشن نحن قلنا نستخدم الترجمة التالية أنه البناء الإيجابي فكلما أنت تقولين أبني البناء الإيجابي وعيك أيضا يتغير لاحظي الوعي بتاعك يا عزيزي يتغير بالكلمة التي أنت أيضا تبنيها فكلما تقولين البناء الإيجابي أنا كائن متعدد لبعاد أنا كان في كل نقطة من نقاط الأكوان فتسافرين لكن عندما تقولين مثلا أو شخص آخر يقول أنا كان حزين أنا عمري كذا أنا أشعر بالحزن أنا حياتي صعبة لا يستطيع أن يسافر الكلمة جدا مهمة جدا جدا مهمة الكلمة حقيقة يعني يجب أن تعرفوا شباب عن طريق الكلمة نصنع يعني ظروفنا حياتنا إينا فأنت تبنين هذا هذا الشكل أو هذا الرمز بالبناء الإيجابي تريه وتعطين معاه النوايا إنك إنك ممكن تقولين أنا من يعني من هذه الدولة مثلا أو هذه الطائفة وأحمل معي الفكر الاتحادي وجئتكم كزائرة وأنت تحملين هذا الرمز وبعدها وبعدها تغيرين هذا كله بالفكر يعني تبدأين باستخدام هذا الرمز وأنت سوف نستعملها الآن أو نطبقها وبعدها تغيرين إلى هذا الرمز المحبة فيجب أن يحدث اتصال يجب أن يحدث يجب يعني لو نفترض الطلاب تدربوا الآن لأن عندنا الآن جلسات كثيرة وضحنا أمور جدا مهمة بالسفر الكوني ونحن مقبلين يا شباب انتبهوا رجاه نحن مقبلين على سفر جدا عظيم قبلنا رفضنا اعترضنا نشك لا نشك نحن هذا القادم يعني حقيقة حتى التكنولوجيا تتغير هذا الزوم يصبح كوني الانترنت يصبح كوني كله تغير جدا جدا كبير فوق الوصف يعني فهنا خير لما لا يعني نسافر اليكم فهنا يحدث نعم يحدث يبدون يتصلون معاك بالفكر يكون جدا واضح جدا جدا واضح بعدها حتى بالجسم نعم تأتي مركبة وتأخذك نعم مثلا ليست يعني تعتقدوها صعبة مصابة هذه جدا سهلة السفر جدا بسيط لكن المعلومات أحجبوها عننا هذا هو هنا المشكلة تصغير وعينا ربطونا بفيزياء المادة اللي هي أغلبها مصححة وربطونا بالدين اللي هو أغلب الأديان من صناعة كانات سلبية بالمناسبة نعم كانات الدراكونيا والزواحفية لصنعة القرآن هذا القرآن دراكوني تريليون بتريليون نعم يجب أن تعرف هذا فهو التحجيم في الوعي المشكلة مش بالسفر المشكلة أن الوعي صغير يعني الطاقة صغيرة لحظوا عندما نقول الوعي صغير ماذا يعني المعلومات صغيرة ضعيفة يعني الطاقة ضعيفة خلاص فلان نحن يجب أن نغير القصة يعني نغير الوعي يعني نغير تردداتنا نغير أفكارنا يعني نغير حياتنا نبتهج السفر مع البهجة هذه الكائنات متطورة بمعنى مبتهجة أكثر تعرفون وعندما نقول كائنات متطورة يعني تحب أنفسها أكثر تعرفون وعندما نقول كائنات متطورة يعني سعيدة أكثر تعرفون وعندما نقول كائنات متطورة يعني هادئة أكثر وعندما نقول كائنات متطورة يعني تكنولوجياتها فوق الوصف سابقتنا بكثير فإذا التطور بتاعهم النقاط التالية سعادة أكثر حب لنفسهم أكثر عندهم علوم بالتكنولوجيا جدا يعني العلوم هم هائلة أقصد في التطور ومتحدين بالمناسبة متحدين يعني مجتمعاتهم ما عندهم دين قبل التسجيل أعتقد واحد هيك أحد الأخوان أو أشخاص معكم هيك تناقشنا فمثلا هم ما عندهم دين زي الأرض هذا السني وهذا الشيعي وهذا مسيحي وهذا هندوسي ما عندهم هذا أبدا أطلاقا أصلا هذا يروح جدا غريب ما عندهم هذا الدين ما عندهم هذا الدين عندهم الطاقة الكونية وهم يسحبون منها لاحظوا ماذا لديهم عندهم الطاقة الكونية وهم يسحبون منها ما ينفعهم في البناء يطورون حياتهم عندهم حب عندهم سعادة عندهم علوم تكنولوجية ومركباتهم فوق الوصف يعني أليكس كولير يصف المركبة التي هو كان فيها يقول طولها هذه موجودة في فيديواته طولها في فيديو قال 800 ميل هذا في فيديو وفي فيديو آخر قال أعتقد 900 ميل لحظوا مركبة بهذا الطول هذه الكائنة الآن وانا أحكي معاكم أتاني اتصال منهم فقالوا نحن نتصل معاك الآن فقط هيك يأتيني الصوت واضح والشعور جدا يكون واضح هم الآن أنا أشعر معي هكذا يحدث يعني يقولون لنا الكون يباركنا أيضا يعطوني رسالة إلى ضوء كوني سبعين تماما أيضا ضوء كوني سبعين ما بعرف ليه حقيقة هكذا يبدأ الاتصال وعندما يبدأ اتصالهم معاك أنت أيضا تباركهم تقول لهم أرسل لكم بركات الكون محبة الكون سلام الكون أوكي ترجمة نانسي قنقر